بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة النساء الدرس الرابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نواصل معكم الحلقة في هذه الحلقة الكلام على قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى قوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقد مضى في الحلقات السابقة استجلا بعض الفوائد من هذه الآيات ووقفنا عند هذه الفائدة وهي التحذير من المعاصي وأنها سبب للهلاك بقوله تعالى إن يشع يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين هذا تهديد من الله للذين يعصونه ويخالفون أمره ويتكبرون على رسله أنهم مهددون أنهم مهددون بالهلاك عن آخرهم كما أهلك من كان قبلهم ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل للمجرمين وانظر إلى قوله أيها الناس كلمة عامة لجميع الناس لجميع الدول الكافرة والمتجبرة والتي تملك الأسلحة الفتاكة وتملك الثروات والممالك الطائلة أنهم لا يعجزون الله سبحانه وتعالى يوخذ من هذه الآيات أن خيري الدنيا والآخرة بيد الله سبحانه وتعالى فالإنسان لا يسأل غير ربه عز وجل ولا يذل للمخلوقين وفي الحديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسعن بالله فيعلق العبد قلبه بالله عز وجل ويدعو الله عز وجل أن في جميع ما يحتاج إليه وفي جميع شؤونه لأن خيري الدنيا والآخرة عنده فإذا طلبت شيئا من الدنيا فاطلبه من الله وإذا طلبت شيئا من الآخرة فاطلبه من الله عز وجل وطلبك من المخلوق من أمور الدنيا هو طلب من الله جل وعلا لأن الله جل وعلا هو الذي أعطى هذا المخلوق ما تطلبه منه ولو شاء لمنعه من إعطائك ولو شاء لسخصك فهو بيد الله سبحانه وتعالى فعليك أن تتوجه إلى الله جل وعلا بطلب ما ينفعك وما يفيدك يوخذ منها أن الذي يدعو الله ويطلب شيئا من حاجاته لا يقتصر على الدنيا فأن فضل الله واسع فيسأله خيري الدنيا والآخرة ولا يكون مثل الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق بل يكون من الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا يستعظم العبد السؤال مهما كان من الله جل وعلا فالله جل وعلا لا ينقصه شيء ولا يتبرم من سؤال عباده سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإن الله جل وعلا لا يتبرمه شيئا أعطاه فعلى المسلم أن يعظم الرغبة أن يعظم الرغبة في الله عز وجل وأما المخلوق فإنه إذا سألته يغضب وإذا طلبت منه الشيء الكثير امتنع وقد يعطيك القليل مع المنة ولهذا يقول الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب وفي قول الشاعر الآخر ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا فسؤال الله جل وعلا ليس له حد فعليك أن تسأل الله إلا أنك لا تسأل الأشياء التي لا تليق بك كأن تسأل الله أن يجعلك مع الأنبياء أي أن يعطيك أجر الأنبياء أو يعطيك منازل الأنبياء والمرسلين وإنما تسأل ما يليق بك من أمور دينك ودنياك يأخذ من هذه الآيات وصف الله بالسمع والبصر وكان الله سميعا بصيرا فالله جل وعلا سميع يعني له سمع بصير يعني له بصر يسمع ويبصر سبحانه ولا يحجب بصره شيء ولا 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 يمنع سمعه شيء بل هو يسمع جميع الأصوات بجميع اللغات بجميع الحاجات وتفن المسؤولات وبصير لا يخفى عليه شاء في الأرض ولا في السماء يرى كل شيء سبحانه وتعالى ببصره النافذ فهو سبحانه وتعالى سميع بصير وفي هذا مراقبة الله جل وعلا أن يسمعك وأنت تقول زورا أو كلاما قبيحا أو شركا أو دعاء لغير الله أو كفرا بغير الله أو كفرا بالله عز وجل عليك أن تصنى لسانك لأن الله يسمعك سبحانه وتعالى فعليك أن تسدد القول عليك أن تسدد أقوالك لأن الله يسمعك سبحانه وتعالى وعليك أن تخشى الله فإن الله يراك أينما كنت لا تخفى عليه سبحانه وتعالى ولهذا يروى أن رجلا طلب من أخيها أن يوصيه قال قال له إذا عصيت الله فلا تسكن في أرض الله قال وأين أسكن قال كيف قال له إذا عصيت الله فلا تسكن في ملك الله قال له وأين أسكن ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ملك السماوات والأرض قال كيف يليق بك أن تعصيه وأنت تسكن في ملكه ثم قال له إذا عصيت الله فاختفي عنه في مكان لا يراك قال ما استطيع أن أختفي عن الله جل وعلا قال له كيف تعصيه وهو يبصرك وينظر إليك هذا لا يليق بك قال له إذا عصيت الله فلا تأكل من رزقه قال وكيف من أين أكل قال كيف تعصيه وتأكل من رزقه هذا لا يليق بالعاقل فهي موعظة بليغة ومعناها مأخوذ من مثل هذه الآية الكريمة فعلى المسلم أن يراقب الله جل وعلا هينما كان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت هذا يدل على مراقبة الله جل وعلا في أي مكان وليس هناك مكان يخفيك عن الله جل وعلا وقال عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يكون عندك هذا الشعور فإن وصلت إلى درجة اليقين بالله عز وجل حتى كأنك تراه من قوة الإيمان فهذا هو الإحسان دون ذلك إذا لم تصل إلى هذه الدرجة فعليك أن تستشعر أن الله يراك سبحانه وتعالى أينما كنت وحينئذ فإنك تخاف من الله عز وجل وتستحيي من الله وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر